أشهد اتحاد مكاتب الجاليات الموريتانية في العالم في بيان باستحداث وزارة منتدبة خاصة بالمغتربين مؤكدا بأنها تشكل إضافة للإنجازات التي تحققت من مطالب الموريتانيين بالخارج جاء ذلك بعد أن تم أول أمس الثلاثاء الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة في موريتانيا هي الرابعة خلال أربع سنوات وبعد أشهر من انتخاب نواب الجالية بالبرلمان بشكل مباشر للمرة الأولى في تاريخ البلاد معنا من واكشوت عبدالله بوكا نائب في البرلمان الموريتاني سيد عبدالله أهلا مرحبا بك بداية هذه الخطوة ماذا تشكل بالنسبة للحكومة الموريتانية وللمغتربين على حد سواء مرحبا حياكم الله أهلا هذه الخطوة تعتبر إحدى الخطوات التي سبقتها كالسماح بازدواج الجنسية للموريتاني المقيمين في الخارج والذين يملكون جنسيات البلدان المضيفة وتبعتها كذلك بعض الخطوات الجيدة لصالح المغتربين اللي من بينها السماح للمغتربين باختيار ممثلهم في البرلمان الموريتاني وأنا طبعا واحد من نتاج هذه الخطوة بصفتي أمثل الموريتانيين المقيمين في دائرة آسيا فحقيقة نحن نزمنها كما ذمن الخطوات التي قبلها وأنا نتظر المزيد مدامك ممثل كما قلت في آسيا سيادة النائب لماذا في رأيك تأتي هذه الخطوة الحكومية متأخرة إلى حد ما رغم مطالبات الجالية الموريتانية مرارا وتكرارا بتفعيل هذه الخطوة ويعني بسمح لهم ربما بالحوار والانخراط أكثر في الجو السياسي والله نحن نقول أن تأتي متأخرة خير من أن لا تأتي فالجاليات في الخارج كانت تفتقر إلى كثير من الاحتياجات وما زالت أيضا كذلك فأي حكومة تحترم نفسها تعتبر أن الجالية أو المقيمين بالخارج أو المهاجرين من البلد هم عبارة عن رافض لتجارب المجتمعات الأخرى كذلك يعتبروا شكل إضافة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وبنقلهم التجارب من المجتمعات التي سبقتنا في بعض المجالات الاجتماعية والاقتصادية وكذلك التقنية هذا أيضا رافض من روافض التطور للمجتمع والبلد فلذلك هذه الفئة من المجتمع أي المهاجرين يحتاجوا لخطوات جيدة خطوات جريئة لاستفادة البلد منهم ولتعزيز دورهم في تنمية البلد وبالتالي مآلية عمل هذه الوزارة المنتدبة بتنسيق مع كل الجاليات الموجودة بالخارج وما الخطوة المقبلة ربما في إطارة ربما تعزيز مكان هذه الوزارة والله نحن نتمنى أن تقوم الوزارة بالتشاور مع ممثلين هذه الجاليات من رؤساء الجاليات ومن نواب برلمان عن هذه الجاليات حتى تستطيع أن تقدم أداء يعني يفيد الجاليات ويفيد البلد أيضا بإفادته للجاليات فنحن يدنا ممدودة للوزير الجديد والمسؤولين في الوزارة الجديدة وللجهات الحكومية ككل لكي نقدم ما يمكن أن يقدم من طرفنا لبلدنا الحبيب سياني كنا في البلد أو كنا في خارج البلد وهذا لا يأتي إلا بيأتلاقح الأفكار بين المستهدفين والقائمين على هذه المسألة فنحن مررنا بفترة عصيبة من عدم فاعلية دور بعثاتنا الدبلوماسية أو عدم فهمها لدورها أو لكيفية التعامل مع جالياتهم التي يقيمون في البلدان التي يمثلون بلد فيها ونأمل بهذه الخطوات أن نصل إلى مرحلة نكون فاعلين في بلدنا كمغتربين ويكون لنا دور وهذا لن يتأتى إلا بمشاركتنا في صياغة القرارات المتعلقة بالمغتربين كلام جميل جدا ومنطقي ولكن بناء على السياسة الموريتانية بشكل عام هل أنتم إلى أي درجة أنتم متيقنين بأن هذا الصرح سيفتح لكم مجالا واسعا للحوار وبشكل مباشر أنا لم أقول أنه سيفتح لنا بالفعل ولكن قلت أننا نأمل لأن المؤشرات القيام بالخطوة بحد ذاتها مشكور ومؤشر لما بعده نرجو أن يكون ما بعدها أحسن مما كان موجود وأن تكون الوزارة الجديدة فتحة وبادرة لفاعلية أكثر في التعامل مع شؤون الجاليات في الخارج كيف يمكن أن تستثمر كذلك الجالية ربما في هذا الصرح الجديد في هذه الوزارة المنتدبة إن أغلقت ربما أبواب الحوار وفتحت فقط ربما مجالات التمثيل الإداري أو الحقوق المدنية كمواطنين في الخارج والله أنا أعتقد أن تحديد الجهة التي نتوجه إليها فوزارة الخارجية مسؤولة عن كثير من الملفات وتحديد الجهة التي نحن نتوجه إليها والتي تعنينا كوزير منتدب لدى وزير الخارجية مكلف بالموريتانية في الخارج هذا بحد ذاته تحديد للجهة للعنوان الذي نحن سنتوجه إليه كي نحاول أن يشاركنا أو نشاركه في صياغة الصورة التي نقدم فيها فائدة لبلدنا نتمنى ذلك ونشكرك على هذه المقابلة من واكشة عبدالله أبوكا النائب في البرلمان الموريتاني شكرا جزيلا لك سيدي